هدايات الأجزاء تحدث الجزء الثالث من القرآن الكريم عن عدة هدايات منها فيه أعظم آية وهي آية الكرسي فتدبر السر في عظمتها ذكرت بعد آية الكرسي ثلاث قصص تحتاج منا إلى تدبرها وتأملها الحث على القرض الحسن والصدقة وبيان أن الشيطان يعد بالفقر التحذير من الربا وبيان أنه حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم آية الدين من أدلة عناية الإسلام بالشؤون الاقتصادية في مطلع آل عمران أن القرآن فرقان بين الحق والباطل وليقبل الله دين من أحد غير الإسلام في قصة أم مريم دليل على أثر النية الصالحة في صلاح الولد وحفظ الله له بيان أن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام على توحيد الله ونفي الشرك درس في نقد المجتمعات وأن التعميم خطأ ولو كان مع العدو تدبر ومن أهل الكتاب من إن تأمنه الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر